والنهاردة كاف اللي اتحل افريكا الكرارة القدم اعلن مواعيد ونظام دور الابطال والكونفيدرالية للموسم الجديد الدور التمهيدي هيقام خلال الفترة ما بين 16 الى 18 اغسطس المقبل على ان يلعب دور المجموعات خلال الفترة ما بين شهراء اكتوبر وديسمبر 2024 وهيتم اجراء ادوار خروج المغلوب والنهائي من كلتا المسابقتين بين شهراء مارس ومايو 2025 الاثناشر دولة الاعلى تصنيفا يمكنهم المشاركة بناديين في كلا المسابقتين وهم مصر الجزائر انجولا كوديفور ليبيا المغرب ناجيريا الكنغو الديمقراطية وجنوب افريقيا والسودان وتونس وتنزانيا فتح باب تسجيل الاندية المشاركة بداية من اليوم الاثنين على ان يكون مواعيد تسجيل اللاعبين المشاركين في الدور التمهيدي الاول خلال الفترة ما بين واحد الى عشرين يوليو المقبل مواعيد تسجيل اللاعبين المشاركين في الدور التمهيدي الثاني خلال الفترة ما بين واحد وعشرين يوليو الى واحد وعشرين اغسطس فيما سيكون مواعيد تسجيل اللاعبين المشاركين في دور المجموعات خلال الفترة ما بين واحد الى تلاتين سبتمبر المقبل خلال الفترة ما بين 1 إلى 31 يناير يمكن إضافة 7 لعبين كحد أقصى بما في ذلك أربعة بدائل استمرار إلغاء الدور التمهيدي الثاني بكأس الكونفيدرالية وعدم تحول الفرق المقصى من الدور التمهيدي الثاني لدور أبطال أفريقيا إلى الكونفيدرالية حلو النظام الجديد استمراره يعني استمراره يعني طيب بالمناسبة الأهلي وبرامات زي العب في دور أبطال أفريقيا الزمالك والمصري هيبون موجودين في الكونفيدرالية دي خلاصة القول يعني من غير ما أرغيي لك بقى وأحكي لك وأقول لك ليه التفاصيل الاثنين بيرامدز عشان نتائج الدور الأول كان في الصدارة والأهلي لأنه حامل لقب دور أبطال أفريقيا الزمالك والنادي المصري الزمالك طبعا بصفته حامل لقب الكونفيدرالية خلصت الحكاية دي عشان بس كان فيها دوشة وإزعاج كبير جدا موضوع ده خلص لما الأهلي وزمالكي زبوا البطولتين فريحونا كمان من الدوشة الكبيرة اللي كان متوقع عنها هتحصل طيب